مرحبه بكم في فيديو جديد اليوم جبتلكم حلوه بالججلين لتحضين هذه الوصفه نحتاجه 90 غ زبدة بيضه ملعقة سكر ناعم ملعقة لحظه ملعقة صغيرة خمارة وجنجلينية نبدأ بتحضير الوصفه نحرك الزبدة نحن من نحتاجه نحرك الزبدة نضيف بيضه نشوفوا القوة متاحة ولكن من هكذا نضيفوا السكر ناعم اللحظة او كودرة الحليب ونحرك المكونات احنا ما حبيش نكفر السكر ناعم لاني راح نعسل الحلوه هذي راح تكون معسله نضيفوا الضاني نبدأوا باضافة الفارينة نخميرها ونحرك المكونات هذا هو شكل الاجينة تاني كنت راية شوي الآن هنجيبوا الملتع السيليكون هذا ونرشوا في الحبات زنجدين ونحرك الملتع السيليكون نشيبوا الملتع نوزنوا لازن حباتيانات تكون توزن ثلاثة وعشرين غراء ننقوّرها كويرا نبدأ نضغط علىها يوسخوا الحبات الاجينة كان ملاحظة فقط كنديرو عمو بعد دائما في المول تال سيليكون عمرنا من الاحبة المصلحة اللي احنا لازم نجيما نخلوه جزء الليبين باش مع الخميرات انا جيسوا سوا الان انا نكمل كامل حبيت حلوة تانا ها هي شكلها كيفية تكون كم وراح هذا فقط تكونوا تخدموا وتكملوا كامل الكمية تاكم وطبقى لكم حبة فرغة تال سيليكون متحطوهاش مباشرة في الفور حطوه في الماء باش ميتحرقش المول تاكم بتاع السيليكون انا علينا ندخل دركة القاتو تاعي طيب ونكملوا باقي الوصفة القاتو تاعنا بعد ما طاب حتى هو الشكل اللي تحصلنا عليه من الان نجيبه السلم دائما تكون العسيلة باردة القاتو سخون ولا العكس ومداون عسكر الحبة تاعنا انا انا نكمل العسل كامل حبة تاعي كيكمل اللي ينشفوه نحطوه في الوسط وقوم فوتور تاع النفرز ونشفوه في شكله النهائي القاتو تاعنا وجد الكميه اللي استعملتها خرجتلي 15 حبة تاع قاتو ما تنسوش اذا اجبكم الفيديو حطونا لايك واشتركو في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم اشعار وقت نزول اي فيديو جديد نتلاقيوه في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة